برئاسة رئيسة المجلس النائب مسعودة منتب حام وبحضور عضاء المجلس وعضاء من المكتب السياسي للحزب ويمثل الاجتماع بداية لأنشطة منظمة نساء حزب الإصلاح حيث تضمن الاجتماع تحديد ألية العمل السياسي للمنظمة والاستراتيجية التي ستعتمدها مستقبلا في هذا المجاد ودعا الاجتماع إلى إزالة كل العقبات التي تعيق تطور المرأة وتحد من مشاركتها الفعالة في بناء الوطن وأطلب المجتمعون بضرورة تغيير بعض المفاهيم الخاطئة حول دور المرأة والعمل